قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنسان كنتي عشاب كنتي عطار كنتي نجرار كنتي نجرار خليك في ذاك الميدان ديالك أوه تحدشي عليه ماذا كوه هذا ضرب من العقول هذا ضرب يعني من الجنون هذا الإنسان واش تيعرف واش تيخرج على فهم ولا لا عمر رضي الله عنه كان إذا أتتهم المسألة يجمع لها أهل بدر تخليك في عشوب ديالك قد تعرف العطرية لكمون كذا ذاك شي كل شي كيعرفوا ومحتاجينش ليه أصلا قاعدت توقف عليه الحياة كيخلينا نشكوا احتفى ذاك شي اللي كيددعيه أصلا هذا ما انتقشتف المعلومات الأخرى ديالك ما انتقشتف المعلومات الأخرى ديالك إنتاج المسلم الأمازيغي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعله تيبان في بعض الأوينة عند الناس أنهم يعني تتنقصوا من العلم ومن العلماء ومن أهل العلم وعلم السنة وعلم القرآن والحامل للقرآن وكان هذا شي حاجة يعني الناس مستغنين عنها ما عندهم ما يجيروا بعيد زين وهذا من قلة الفهم وقلة الدين وقلة المرؤة وقلة العقل لماذا؟ إن كانوا مسلمين فهذا تسمى نقص تفدينهم هذا اللي كيقولوا هذك لا إن كانوا غير مسلمين جاءوا على أصلهم وهذه كان قولوا هذا نقص في العقل عندهم وفي الفهم لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما سواش من أهل العلم وغيره قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الأرباب هذه آية قرآنية وجاءت في القرآن والذين يعلمون المقصود بهم العلم أهل العلم بالقرآن يقدر واحد أخر يجيد أخر يقول لك لا المقصود هير الذين يعلمون الفيزياء والكيمياء وتحت البحار وفوق السماء وإلى آخره هذا كله هو علم دنيوي مادية هو علم على كل حال فيه النافع وفيه اللي غير مقطوع به شيء حاجة تبقى ظنية في الكثير من النوت تبقى أمور ظنية وإلا العلم وعلم القرآن وعلم السنة الذي يقرب إلى الله تعالى وهو لأجله خلقت السماوة والأرض أصلا الله تعالى خالق لما أدى وخالق لكون أمرنا بأن نتعلم القرآن قال وقل ربي زدني علما وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين باش يطلع واحد ويقول لنا لا يقول لك لا ما عدناش علماء وما كانش فقهه ونتحدش علي ماذا يكون هذا ضرب من العقول هذا ضرب يعني من الجنون هذا الإنسان واش تيعرف واش تيخرج على فهم ولا لا الله تعالى ما سواش تبين الكلب المعلم وغير المعلم هذا صيده وحلل وهذا صيده وحرام فكيف يسوي بين البشار العالم منهم الجاهل الإنسان قرأت الدكتورة التعييتي في زياء كيمياء ذراء إلى آخره وجاهل في أمور الدين كتسمى جاهل أنت تعالى بحل ألا بحل كمبيوتر بحل كبك بحل شي جهاز كتخدم كتفهم شي أمور نستعين بكفيها أما الدين الذي هو بسببه سعادة الدنيا والآخرة إلى ما كتفهم فيه خصوص الإنسان يسكت إنسان كنتي عشاب كنتي عطار كنتي نجرار خليك في ذاك الميدان ديالك هذا تيخلي الناس يشكو حتى في ذاك العلم اللي عندك حتى في ذاك شليك تدعي أنه علم قصارة ما يقدر قاه يقول لنا واحد مثلا تيجيت يقول لك العطور مزيانة وخصك تاكل هذه وما تاكلش هذه قصارة قاع الفكرة دي العلم وكله الخصوة يقول لك كل حاجة طبيعية وما تاكلش مصنعة صفي ستين هذاك العلم ديالك اللي تقدر تحتاج تقرأ علي ذاك شي لأخر كله تفاصيل وإلا الفكرة يا دين فهمها شنو هذا جديد الجديد وهذاك تعرفوه الجدات وتعرفوه الناس بالتجربة يعني يحتاج أهل العلم بالإسلام هم الذين كان يجلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجلهم الرسول ويجلهم الله تبارك وتعالى وتجلهم الملائكة ويجلهم الصالحون من عباد الله عمر رضي الله عنه كان إذا أتتهم المسألة يجمع لها أهل بطر ويجمع لها أهل القرآن يجله النبي صلى الله عليه وسلم كان غزوة أحود لما كان الشهداء كثور يعني يلحد أكثر من رجل في اللحد الواحد فيقول أيهم كان أكثر أخذا للقرآن شكل فيهم كان أكثر علما بالقرآن فإذا أشاروا على شخص قدمه إذا قل لي هذا كان أحفظ من هذا تقول لهم سبقه ولوا في اللحد يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذا يطالب العلم في كيف بالعالم العالم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له من في البحر حتى الحوت في البحر يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر له اللهم اغفر له اللهم رحمه والله تبرك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقال إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم يعني المقته هو شدة الغضب عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب دولي عندهم الكتاب تشاهد زمن الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه باقي عندهم شيء من علم النبوة وهو علم الوحي ونكونوش بحال ذلك لكي يسحبهم تعرفوش حاجة كما قال الله تبرك وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا اسمهم لا يعلمون رأنت هو الجهل لا علم لك بأمر الدين تعلموا شيئا من علوم الدنيا ولا علم لك من أمر الدين انت لا تعلم أصلا الحقيقة باقي ما وصلتش لها ولكن أكثر والآية صريحة في هذا ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ودي الدعي يقدر يقول لك أنا الدكتوراه قرأت فيها سبع سنين رأى هدك سبع سنوات أو ست سنوات اللي قرأت انت ودرستي أحدهم يقدر يكون دوزها مع مشروع واحد علمي الشيخ الألباني رحمه الله كان يقف على السلم الساعات طوال يبحث يقدر يطلع في الثمانيات الصباح وما ينزل تلت الظهر هو في السلوب يبحث في هذا الكتاب وهذا وهذا فهذا كالرف مسألة وحدة كان من السلف من أهل الحديث المحدثين اللي تي صافر من العراق لمصر ويمشي لمدينة ويمشي لمكة تيبحث على حديث واحد باش يوصلوا لنا واش الناس كانوا تشيل عبوز عما باش يتبتلك واش هاد الحديث صحيح واش ضعيف واش يعني صحته والفقه دياله وعبد الله بن مسعود كانت يقول إني لا أعلم كل آيات من كتاب الله أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه المطايا لا سرت له أو كما قال رضي الله عنه القرآن كله الحمد لله عرفته من النبي صلى الله عليه وسلم إنه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفت شي واحد عرف شي حاجة زيدة لي وما عندي شانا هنمشي لي في مكان هي تبلغه المطايا يعني الإبيل للفرسان للأفراس يعني كتوصلوا ورا نمشي لي كانوا رضي الله عنهم يبذلون كل شيء كانوا يبذلون أموالهم أوقاتهم جهودهم وكانوا أذكياء من أذكاء أذكياء الناس وأصلوا علوما دقيقة أشي جيين تاوي تقول لي نال لارة تخليك في عشوب ديالك قد تعرف العطريال كمون كذا ذاك شي كل شي كيعرفوا ومحتاجينش لي أصلا قاعدت توقف عليه الحياة مش بذل ضخم هذا تخلي هذا النوع الناس اللي كيتكلموها كذا كي يخلينا نشكو حتى في ذاك الشي اللي كيتدعيه أصلا لأن منهج الاستدلال عنده ستخلي الكلام النتيجة اللي قال ولكن منهج الاستدلال اللي عنده والتعميمات تبين بأنه استدلاله ضعيف جدا هذا منطق اشتف المعلومات الأخرى دياله سأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين